أهلا بكم نهاردة يوم مهم جداً واللقاء مع واحد من نجوم عالم طب الأسنان لكن خلينا حلقوا قصة أنا متأكد أن ضيف العزيز نفسه يمكن ما سمعش عنها قد كده قصة مسيرة جداً عشان توريكوا قد إيه طقم الأسنان ده شيء؟ يعني مزعج وإنه أكيد أكيد الزراعة هي القمة الآن في عالم طب الأسنان سنة 1960 كان يا مكان زمان في نادي اسمه إبلتوفت قابل نادي تاني اسمه نورجير أنا معرفش الاتنين دول عنهم أي حاج غلط غير أنهم موجودين في الدنمارك المباراة دي ذاكرت الكورة العالمية احتفظت بها لسبب بسيط جداً إبلتوفت دا نادي محلي كان متأخر قبل ثواني من نهاية المباراة والنتيجة أربعة ثلاثة خلاص الوقت الأصلي خلص الوقت الضايع كمان خلص وكانت المقابلة في طريقها للنهاية الحكم اسمه هنينج إيركستراب الحكم دا كان مستعد أنه هو خلاص هيصفر هو دا الحكم اللي كان هيصفر بنهاية المباراة الحكم رفع الصفارة وهو خلاص الوقت بص في ساعته وتمام التمام وبدأ يفكر أنه يصفر في اللحظة دي في اللحظة أنه هيفكر يصفر تقم سنانه وقع هو بيجري تقم سنانه تحرك من مكانه ووقع لما وقع هو معرفش يجيبه وفي نفس الوقت جاي يصفر فمش عارف الصفارة ما اشتغلتش لأنه طقم السنان يبدو أنه لما وقع رابكه قوي ومقدرش يصفر بشكل كويس كان فيه ساعتها هجمة الوقت المفروط ينتهي خلاص فات كذا ثانية بدأ نص دقيقة تكمل وفيه هجمة جات للفريق الخسران ومن سوق حظ الحكم ومن حصن حظ الفريق أن الهجمة اكتملت وتسجل هدف التعادل في وقت كان كل الحكم حركته بيشاور للعيبة أن الوقت خلاص انتهي لكن مفيش ولا واحد سمعه واحتفل العيبة والملعب كله لأنه جمهور الملعب هو صاحب هو اللي كان فرحان قوي بالتعادل والهدف خلاص احتفلوا وتبتع لكن سرعان ما توقفت الاحتفالات لما الحكم صمم على أنه الوقت كان انتهى قبل الهدف ده ما ييجي ولغى الهدف وطبعاً الناس اعترضوا بشهد ده لعيبة الفريق اعترضوا بشهد ده والفريق الخاسر قدم الاتماس فعلاً لتحدي دنماركي لكرة القدم لكنه لم يقبل وتم التصديق على النتيجة أن الهدف ملغي وأنه الوقت انتهى والمشكلة كانت في طاق السنان اللي وقع قصة تبين لنا طبعاً قد الإحراج قد إيه اللي أصيب بيه الحكم ده والوقت ده 1967 كان طبعاً ما كانش فيه بداء الوزراء كانت ليساً اعتقد كانت في مهدها وكان معصم الناس بتلجأ إلى طاقاتكم أسنان بس طبعاً برضي وريني قد إيه إهمال الناس في السن ده لأنه أكيد الحكم ده مثلاً كان عنده خمسين سنة أكيد ما كانش أكثر من كده كان عنده اتنين وخمسين سنة بس كان في الخمسين سنة ناس فقد سنانها كاملة وبتركب سنانه رغم أنهم مرياضيين ده معناه أنه في الوقت ده كان إهمال الناس في سنانهم اللي ما زال للأسف والسمر كان كبير جداً نهار ده لقاء ممتع جداً أكيد زي ما قلتلكوا واحد من نجوم عالم طب الأسنان اللي بيبدع في حواره دائماً إكسترا أوردنري خارج النطاق ودايباً بنسمع منه الجديد نهار ده حوار مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة لأساس دكتور كريم مكادي أنا لازم أروح الدكتور للأسنان عشان أعرف إيه مشاكله الزراعة لوقت تمت بسلامة يعني خلاص أنا كده ولا فيه مخاطر منتظراني المريض بياكل وهو مش حاسس إنه هو خايف يأكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية لا طب المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم دايماً بنقول إن من حق أي حد إنه هو يأكل لحد آخر ينفع عمره بأسنانه السكتة ويستطعم الأكل اللي هو بياكله لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حل الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان اسمحوني الرحب بضيف العزيز لسوس دكتور كريم مكادي استشاري زراعة الأسنان وتجميل فمه والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية عضو لكم جزء الأمريكي لزراعة الأسنان ضيف العزيز أهلا بيك دكتور كريم سمعت على القصة دي أنا أم رأس ما عندها بس هي It's very interesting طبعا هو في الوقت ده ما كانش فيه الزراعات وما كانش فيه التطور ده فده بيبين لك قد إيه البنيان بيعاني من غير الأسنان الطبيعية أو من غير الأسنان السبتة وياما مواقف تاني حصل ده في الحياة يعني وفيه بقى اللي كان بيتجوز واسنين وقعت وفيه اللي كان مشارك فيه فيديو يعني نفسي بيجيبهولنا في مرة تانية أوريك في لحظة الجواز دي رياما أقم وقع كارسة بالزبط ومشكلة بقى أن مشاكل الأطعم المتحركة مش بس أن هي بتقع ومواقف محرجة زي كده لأ المريض نفسه بيبدأ ما بيحسش ما بيستطعمش الأكل ما إحنا عندنا سقف الحلق ده واللسان وحوالين اللسان كل دي أماكن حساسات بتستطعم الطعام بتاعنا تمام لما بنغطيها بالأطعم المتحركة بيفقد الاستمتاع بالطعام الطعام ده نعمة ويعني حاجة غريزة قوية جدا بالنسبة للبني آدم فهو ما بيعش زينا وبيأكل زينا وبيستطعم زينا يعني هو بيدوق أقل ما إحنا بندوق فطبعا حاجة مأساوية جدا طبعا خلينا نروح لسؤال الناس كتير بتسأله لما يكون واحد ما عندهش عظم في الفاكة كويس كبر العظم تآكل هل الزراعة في الحالة يتوبها مستحيلة؟ زمان كان طبعا الدولة ما تطورتش زي تلوقتي لكن دلوقتي الجرافتينج بون جرافتينج إن إحنا بنستعيد بعظم سواء صناعي أو عظم حيواني ده بنجدو نرجع بالعظم مرة تانية كان عندنا مشكلة إن الجيوب الأنفية طبعا لما إحنا بنخلع الأسنان ونقعد فترة من غير ما نعوضها اللي بيحافظ على حجم العظم هو الأسنان اللي جواه فالعظم بيبدأ يكش زي ما إحنا شايفين العظم هنا كاشش أهو عشان خاطر هو المريض ده خلع وقعد فترة بدون أسنان فما بقاش في عظم في المنطقة دي فإحنا بنضطر إن إحنا نزرع له عظم عشان خاطر نحط له الزراعية بتاعته ساعات بنزرع مع الزراعية أو ساعات بنزرع عظمه ونستنى عليه وبعد ذلك نحط الزراعية هنا عندنا مشكلة الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية العظم بتاعها بيتآكل لتحتيها كله تقريباً مع فجدان الأسنان اللي تحتيه هنا إحنا رفعنا الجيوب الأنفية حاجة اسمها close sinus lifting إن إحنا بنرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح ما نعم فتح جراحياً يعني بمشرة وكلام ده عن طريق نقطة صغيرة بنرفع الجيوب الأنفية ونحط العظم فيش أي جراحة كبيرة خالص تمام؟ وقدرنا نحط الزراعية بعد كده هنا في الصورة دي دي الصورة اللي هي كان فيها العظم المتآكل في الأول حطينا هنا العظم وبعد كده زراعنا فيه زراعية زي ما احنا شايفينه والزراعية نكحة بمشاء الله فقدرنا نعوض السنة المفقودة فإحنا النهاردة بنقدر نتحايل على العظم المتآكل سواء بزراعة العظم أو رفع الجيوب الأنفية أو لو في الفك السفلي بننقل العصب الفك فيه ساحات تروح عند الدكتور يقولك ما ينفعش نزرع لك عشان عصب الفك زي هنا ده هنا احنا هنا بننقل عصب الفك اللي احنا مسكينه ده عصب الفك ودي عملية دقيقة عملية دقيقة جدا مش اي حد بيعملها دي اول مرة على فكرة انطلحها على الهواء دي ما حدش بيعملها كتير دي العظم بيبقى تآكل لحد ما وصل لعصب الفك هنا احنا بنفتح عليه بننقله لمستوى أوطى وبنزرع مكانه وبتبقى زراعات نكحة ما شاء الله بدون اي مساس لعصب الفك ودي من اضاق العمليات فكل دي حلول يعني رفع الجيوب الانفية ونقل العصب وزراعة العظم دي حلول عشان نعوض مشكلة فقدان العظم فاحنا النهاردة نقدر نقول ان احنا ما عندناش مشكلة مع فقدان العظم في زراعة الاسنان لان كل واحد احنا كل الهدف بتاعنا ايه ان كل واحد من حقه يعيش باسنانه السابتة بقيت حياته فاحنا كل العلم شغال كل الدراسات شغالة وكل التكنيكس شغالة في السكة دي نقلوا العصب رفعوا الجيوب الانفية زراعوا عظم بقيت الدنيا زي الفل التكنولوجيا خدمتكو عشان شكل اداء الرقمي طبعا خدمتكو طبعا بشكل كبير جدا اول حاجة يعني جود دياجنوزيز اس جود بروغنوزيز التشخيص السليم هو اللي بيقدي الى العلاج السليم احنا من غير التكنولوجيا ما كانش فيه اشعة مقطعية مثلا دي اشعة مقطعية دي لا دي الامني كام هنا احنا بنصور عشان خاطر ناخد مقاسات مصبوطة للزراعات وبعد كده بتخش على الكمبيوتر اللي هو وراء ده ويبدأ يتعامل تصميم للأسنان مصبوط لاي على الأسنان اللي موجودة حواليه وفي نفس الوقت بنفس الألوان فيه صورة اللي بعديها الجهاز ده من الأجهزة المتطورة جدا الجهاز ده بيعمل ايه؟ ده بياخد لون السنين يعني زمان كانوا بيجيبوا شيد جايد زي بتاع فيها كازالون كتالوج فيه كازالون ويبدأوا يختاروا هنا ده بتكت زرار واحدة بنقدر ناخد اللون بالكيرسي عالية جدا بدقة عالية جدا عشان ناخد البرفكت ماتش ناخد التجانوس التام ما بين الأسنان بتاعتنا زي ما حضرك شايف اللي تحت دي شاشة بتقولك أن التلت الأولاني من السنة لونه كذا التلت التاني لونه كذا التلت التالت لونه كذا فعلى ما تخش المعمل ويتعمل لها ديزاين يبدأ يتعمل لها بلوكات مخصوصة بالألوان اللي هي طالع عندنا في المكانة دي دي لاتست تكنولوجيا دي تكنولوجيا رائع جدا أن أنت يعني مش بتسيب بقى العين يناق احنا هنا ما بتبصش على عين يعني مش العين بس اللي بتشوف يعني عينك بتاخد مرة الجهاز بياخد مرة بدون ما يبقى فيه مؤسريات خلي بقى لك الضوء مثلا لو الضوء مش أبيض ناصع في صفار شوية هيبوز لك اللون انت بتختاره الجهاز ده بيضمن لك مية في المية ان اللون انت بتاخده بصبوط سؤالي بقى الإجراءات اللي قبل الزراعة وبعد الزراعة هي ايه؟ مهمة حاجة تحضير الشغل اه انا دا قلية جملة حديمة انا لمقلف اهم مش شغل زبط الشغل هو ده سنة تمانية وتسعين اول مرة قلفت الجملة دي فعلا مكانش لسه حده قالها خالص اهم مش شغل زبط الشغل هو ده ماشي عشان نوزبط الشغل مش لازم لازم الاول ننور نور القوضة الضلمة احنا دلوقتي تدخلين القوضة الضلمة مش هينفع نقعد عالكورسي من غير ما ننور النور بننور النور عن طريق التشخيص التشخيص ده بيتعامل عن طريق الأشعة المقطعية لثلاثيات الأبعاد ايه اللي هي الأشعة المقطعية لثلاثيات الأبعاد دي الأشعة اللي بتقطع لنا عظم الفك والأسنان للترنشات صغيرة نقدر نشخصها نعرف طول وعرض وصمك وكسبة العظم عامليني ازاي فنقدر نختار الزراعية بطريقة مصبوطة نقدر لو احنا ده في حالة الزراعة نقدر لو فيه اي مشكلة في اي سنة حتى لو تساوي الصغير نقدر نشوفه كويس نقدر لو فيه أعصاب اكساسري كانالز نعرف هي ماشية ازاي فنقدر نمشي بطريقة مصبوطة فطبعا يعني اهم حاجة ان احنا نشخص صح وبعد كده بعد ما احنا شفنا عرفنا اطولنا وصمكنا والكسافة بتاعتنا نبدأ نختار الزراعات بشكل مصبوط ونبدأ يمشي البروزيس بتاعنا ودلوقتي يبقى فيه تكنيكس ان احنا ما بنفتحش فتح جراحي بدون خياطة بدون اي حاجة من الحاجات دي اما نقطة بالليزر او عن طريق حاجة اسمها بانش بتخرم لنا خرم صغير بنعمل منها العملية كلها ده 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 من ضمن الحاجات المهمة جدا هرجع تاني بقى لانحصار العرض خلي بارك يا دكتور ايمان في النقطة اللي فاتت كل ما بنقل التروما كل ما نقل للشغل كل ما الواجع والالتهابات تقل بقى اي اجراء انحصار العظم دي هي حاجة مسعجة اوه اه طبعا وفيه ناس كتير بتخلع وسنانها وتسيب المنطقة دي كنبيل الموقوطة اه احنا مجرد ما خلعنا ومعوضناش ايه اللي بيحصل مش بس العظم بتاعنا بيكش بيبدأ سبحان الله السنان بتاعتنا في حالة حركة كل واحدة سندل لجنبها وسندل لقصدها مجرد بما بداخل عدرس بتبدأ السنان دي تميل عشان خاطر تعوض المنطقة المفقودة تبدأ السنان اللي قصدها تطول زي ما احنا شايفين في الفيديو ده الفيديو ده مهم جدا لانه هو بيبين للناس قد ايه مشكلة ان انت متعوضش سنانك المفقودة انت كده بتبوز بقى كله اه بس خلعنا وسبنا اتطنشنا دي الدروس بدأت تميل في الحتة الفاضية ده بيحصل فعلا ده بيحصل فعلا وعندنا مشاكل كتير بتحصل ده يجي مثلا بالمنظر ده يقولي ازرع نبدأ نوسع سنة عشان نحط الزراعية تلاقي الدرس اللي قصده طول فتلاقي مشاكل كتير وخصوصا ان ده بيخلي الجدور بتاعتها تتكشف اللي بيبوز السنان اللي حواليها بعد كده ويبوز لك مفاصل الفك بعد كده لان انت بتاكل بطريقة مش مزبوطة ما هي زي المفاصلات بالبلد دي انت محمل بطريقة مش ستاتيك مش ماشي بطريقة مزبوطة محمل ناحية اكتر من ناحية بتبدأ تبوز المفصل بتاعك زي ما احنا شايفين هنا شايف سمك العب مقل ده نتيجة انه هو كش عشان خلع ومعوطش كل دي مشاكل بتبدأ تواجهنا نتيجة ان احنا ما نعوطش الاسنان المفقودة بتاعتنا مفصل مشاكل دي بتبقى في منطقة الخطورة على فكرة يا دكتور ايمن يعني تحت انت هتقول الدرس بوز في مشكلة يعني بالنسبة لي الدرس زي الدراع بس فيه ناس معندهاش هزي الامان مفصل فك لو بوز منخش في عمليات كبيرة جدا عشان خاطر اواب يبلغوا ظروف اتقطع وحصل ان زلاج غضروفي من زلاج غضروفي فبنبدأ نخش في مشاكل اكبر كتير من ان هو درس نعوضه فانت هليه بتستنى كل ده مفصل فك في غضروف طبعا الحلول ايه طيب يعني هذوقت انا خلاص مفيش عظم هزرع عظم احنا طبعا يما احنا بنزرع العظم تمام يما لو احنا عندنا العصب بتاعنا طالي ما هي بتبقى على حسب المنطقة عندنا ناحية الجيوب الانفية العظم تآكل لدرجة ان هو مبقاش موجود تمام فانت عندك الجيوب الانفية لازم ترفعها فبنرفعها ونحط عظم تحتها نسيبه شوية عشان نعرف نحط فيه الزراعات بعد كده يعني بنعمل البيز اللي هنحط فيه عمدان العمارة تمام لو تحت عندي مثلا عصب الفك قريب بننقله ونزرع عظم حواليه ونحط الزراعات بتاعتنا منطقة تانية بنزرع العظم على طول وبعد كده نحط الزراعات في عندي بقى نايتميرز اللي هو بقى الكوابيس واعد يجي يقولك انا عندي كابوس وخايف جدا انا عندي هنا فيه درسع لمدفون هنا فيه ناب مدفون وهو بيبعارف وفيه ناس مش عارفة يعني انت ممكن برضو ودفايدة الاشياء المقطعية طبعا اشياء المقطعية دي بتبينلك زاوية درس المدفون ده عامل ازاي هل هو طالع لبرا يعني في العظم من برا ولا من جوه واخد زاوية ولا الدنيا ماشية ازاي كل ما انت شفت احسن هتعرف تخش الطريقة مظبوطة تعرف تشيل درس العقل ده او درس المدفون ده بامان لان احنا لو سبناه هعملينا مشاكل تانية هو على حسب زاويته ممكن يكون ضارب هنا احنا زي ما احنا شوفنا اللي فاتت احنا ده درس شلناه وزراعنا عظم درسع اللي كان مدفون زراعنا عظم وحطينا هنا فيه زراعية حطناها نشوف الصورة الاولية اللي فاتت هنا فيه ايه بقى هنا هنا كان فيه تأكل في العظم هنا شوف طول ارتفاع العظم قليل جدا احنا هنا درسعنا كميات عظم كبيرة وبعد كده حطينا فيه زراعية اللي هي هتيجي في الصورة التانية وبعد الراجل بيأكل زي الفول دلوقتي وزارعات جميلة اللي فوق ده العظم اللي احنا اللي زودنيه ماكان العظم اللي هو اللي احنا حطيناه هي زارعة لوحدها كده على الحطي المدفون دي الواحدها لسه ماتحميليش دي لسه ماتحميليش ما دي كانت يعني الأولانية كان فيه عظم موجود فاتزرعت التانية استنينا لما العظم يمسك عشان خطر نركب الزراعية بتاعتنا لكن يمكن التعامل مع درس العقل المدفون والنابل المدفون اه طبعا دي وبسهولة جدا دلوقتي بس أهم حاجة التشخيص أشعة مقطعية شوفنا وضعه ازاي طب ايه مشاكل درس العقل المدفون ده ده ممكن بعد كده عمل حواليه أكياس دهنية كياس دهنية دي احنا بنخاف منها جدا لنها بتلبي حاجات مش كويسة بعد كده يعني بتتطور لحاجة اسمها O.K.C. 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 ده نوع من أنواع الأكياس الدهنية التي تعامل معاملة الأورام يعني بتعامل معاملة الأورام يعني يوم ما بتيجي تتشيل بتتشيل بسيفتي مارجنز بتتشيل بحدود زيادة عشان خاطر تطلع بطريقة أمينة ما ترجعش مرة تانية الكاس الدهنية دي ليه بتتسمى كده لنها بتكبر بحاجة اسمها زي الصوابع كده تبقى داخل جوال عضو فلما تشيل الكيس الدهني تفتكر أن انت خلاص كده تمام لكن الصوابع دي بتولد الكيس الدهني مرة تانية فاحنا ليه بنستنى الكلام ده كله لما نلاقي درس العقل مدفون لازم نروح عند الدكتور ونبدأ نشيله ونتعامل معاه هنا احنا عندنا ناب مدفون بص حضرتك هو مؤثر على السنان اللي حواليه فاحنا بدأنا نعمل تقويم عشان نوسع على سبيسز بتاعة أماكن الناب الناب ده مش ممكن ينزل بتقويم جراحي أبدا فدخلنا شلناه وبعد كده حطينا زراعات مكانه وبعد الدنيا زي الفل ده مهم أول هنا ده درس عقل اهو شوف حضرتك ده درس عقل شايف زاويته تدخل أكل ما بينه وبين الدرس اللي جنبه تسوس الدرس اللي جنبه فتفقد الدرس اللي جنبه وهنا لازم يتشيل ولازم يتعود طبعا بعض عندي مريض بيجيلك عنده مشكلة في شكل سنان واحد فلنفرض انهما ثلاثة واحد تقوله انه هعمل لك تنظيف وطبيط واحد طبيط بس واحد ثلاث تقوله لا ده لازم اعمل لك بنير من ياخد ايه هقول لها حضرتك حاجة احنا عايزين نوصل لإيه في الآخر شكل حاجة شكل حلو ايه هو الشكل الحلو سنان مرصوصة لونها كويس نسبة اللاسة اللي بتبان في الضحكة كويسة اللي هي الايديال بتاعها من 0.3 من 0 ل3 مليمتر من 0 ل3 ملي تمام ده اللي احنا عايزين نوصله هنا احنا المريض الفوق هو نفس السنان حضرتك لو بصيت ما فيش تعديل كتير في السنان وهي كانت مبسوطة بعوجة السنة لنحية الشمال الفوق دي شايفة عدراك هي مبسوطة بيها تمام وجميلة هي عايزة تنظف وتعمل شوية تبيض ده اللي احنا عملنا هولها زي القمر بقت زي الفل من غير كصص كتيرة ماشي في حد تاني ممكن يبعنده سبيسس عنده مسافات بين السنان مثلا فراغات 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 دي اما هنمشي في سكة التقويم لو ينفعلوا تقويم أو لو الفراغات دي كبيرة شوية هنقدر نخش في قصة الفينيرز اللي هي القشرة التجميلية بدون برد جامد في السنان بدون هو يدوبك تحضير خفيف قوي نبدأ ناخد مقاسات نعمل ديزاين للأسنان دي من أول وجديد بشكل يليق عليه ويليق على شكله وعلى لونه ولون عينيه والكلام ده كله ونبدأ نصمم له عدسات صغيرة أو حاجات زي القشرة بتبدأ تترصع السنان كلها تدينا صفة السنان الحلوة اللي احنا بنشوفها دي فاحنا هي الفكرة كلها احنا عايزين نوصل لإيه شكل السنان حلو فممكن نوصله بالتبيض بالتنظيف بفينيرز بتقويم ممكن بعندي دحكة لسوية دحكة لسوية دي لو هي صغيرة نقدر ننشيلها بالليزر أو لو مش صغيرة بنقدر نعمل حاجة اسمها ليه بريبوزيشن ان احنا بنقل فتحة الشفة بتاعتها عشان خاطر لما تضحك الشفة ما تترفعش الرافعة لتبين لنا اللاسة دي كلها ودي عمليات كلها سهل عندي ربع ساعة مثلا فالدنيا دلوقتي مفيش خط ثابت احنا بنمشي عليه وخلاص لأ احنا على حسب كل كيس بنبدأ نطور ونبدأ نشوف ايه الاحسن له عشان خاطر نمشي عليه تنورت وابدعت ديف العزيز واحد منكم حلقة من الأسنان طبعا دكتور كريم مكادي استشارت زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية عضو الجنجرس الأمريكي لزراعة الأسنان كان مبدعا في حواره في الدكتور في 2021 أو 22 هل ممكن ان يوجد في مكان في العالم في مصر الصاحبة التقدم والريادة في عالم طب الأسنان اسمه ان حد كده مش دكتور يبقى فني ولا اي حاجة او هاوي يبقى ماشي بشنطة مع تركيبات جهزة يخرم لك بشنيور ويركيب لك سنة كده في مكان ما تحت اي ظرف من الظروف يا اخي لو معكش فلوس خالص كلية الجامعات فيها فيها لنها فيه سوبرفجن عالي من الدكات من أعلى الكفاءات جدا 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 الدكتور المصري ما فيه زيه حتى الشباب يعني مش شرط يكون كبير وخبرة لا ممكن يكون شاب لسه بس عنده الخبرة وعنده سفرفجن هيكون عنده المكان دي فيه مش تقعد في مولد ولا تقعد في حتة ولا تقعد في تجمع تعمل حاجة زي دي ما نفعش خليكم مع الدكتور